السلام عليكم بنات كديرين لبس عليكم احوالكم باخير كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وكنتمنى تكونوا دوستو الويكند مزيان المهم اليومه جبتليكم طريقة ديال عمل الخليع و كيفش طيبو الخليع في الدار و جبتليكم كيفش تقدو الطبيلة ديال البرانش و طبيلة ديال العيد ولكن هادي طبيلة ديال البرانش البرانش البنات هو الفطور مع الغضاء كنديرو في الويكند و كنكونوا و كنفقوا مع الطلين مع الوليدات و ذاك الشي ما فيها باس مره مره نعرضوا على ريوسنا و انتهى الله في ريوسنا المهم جبتليكم ها الطريقة كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم و فيه بزاف ديال المفاجآات نخليكم مع الفيديو اول حاجة البنات بديت بها يومين قبل ما ندير هادي البرانش هي الخليع هنا غدي نجبد العطرية ديالي من هاد المنظيم اللي غدي نخلي لكم رابط دياله في صندوق الوصف و غدي ندوزو المقادير البنات مع الطريقة في نفس الوقت هنا البنات عندي القديد اللي البنات كاملين عارفين كيفاش يصيبوا القديد و لو بغيتم نشارك معاكم الطريقة ديالي نشاركها معاكم ان شاء الله انتو ما عندكم اختيار انا عندي ديال البقر هنا القديد ديال البقر و هنيا عندي الشحمة من الاحسن تكون الشحمة ديال الكلاوي بغيتو تطحنوها و لدوزوها في الروبو انا خليتها هاكاك و غا تبقى حتى الدوب و كيعجبني تبقى شوية في هاداك الاتخد ديال الخليع سمحولي و هنا غد ندير جوج معا لقصغار عامرين ديال قزبر حبوب اللي هو مطحون اللي هو السر ديال هاد النجاح ديال الخليع و ما كيدرناش بزفت المزايا فيه هادي ندير انا جوج معا صغار عامرين يعني معا لقا كبيرة عامره ديال هادا انتوما البنات ممكن تضوبلوا الكمية انا هاد الشي اللي غندير حيث ما ما كنا ناكلوش بزاف و غادي ندير معا لقا صغيرة عامره ديال كامون حتى هو و الملح البنات ضروري باش ما يخسرش ليكم هاد الخليع و يبقاوا بالاخص الناس اللي ساكنين في جهة ديال البحر ما كيصدقش الخليع كي خياب كي خسر فليهذا نديرو فيه مليحة درتش انا معا القا صغيرة ديال الملحة و هنايا غادي ندير ايطرو البنات ديال الما نسكيلو ديال الشحمة مع ايطرو ديال الما درناه غطينا به هادا اللي قاملة ديالنا و غادي ندير اربعات الكيسين ديال زيت العود غادي ندير جوج دابا و جوج منين تغليل هادك الشحمة و هادك الشي دياله هانا سديتعليpaid و هوا نخليه اختها يغلا او منين غادي غاديعphabet غادي ا는데요 هنا غادي قnet غادينا غادي غادي نقطعو الحيمات ديالنا او لالقيديديديدينا هنا غادي كيلو ديال المده كيلو ديال القديد مع هنس كيلو ديال الشحمة و لو بيتو الضوبلو لكم الاختيار غد ينقطعو انا كي عجبني هكا كطريفة صغار كلي كي خليه طروفة كبار كل واحد وليه الاختيار يقطعو كيف ما بغى البنات وهنا البنات كيف ما كتشوفون بعد ما غلالي ذاك الشحمة ديالنا غلات وذاك الشي كامل غلاء زدت الكيسان الاخرين ديال زيت العود وهنايا غد ينزيد لحيمة ديالنا ممكن البنات تخلطو بين الزيت العود والزيت العادي ولكن انا كي عجبني بالزيت العود من الاحسان وصحي وغادي نخليه غادي نقص عليه اللي عنده هولم الكوكوط يسدو عليه واللي ما عندوش يدير قغير قاميلة بحالي وينقص عليه ويخليه يطيب على نار مهيلة وهانتو ما كيف ما كتشوفو من بعد ما انا خليت ويعني خليت ويطيب على الفاخر تقريبا كان بقى مره مره كانجي كان نحركو بحال هاكا وكيما كتشوفو ده بتليه الشحمة ومازال غدا نخليها تزيد دوب وده بغادي نشوف الحيمة غادي نشوفو هاي يعني راه طابت ليه نشوفو الحيمة وش طابت صافي منين كالطيب كن نخلوه تيشرب لينا ذاك الماء البنات مزيان ما تخليوش فيه الماء لانه لابقى فيه الماء كي غمال هانتو ما كيف ما كتشوفو الحيمة طابت وصافي صبح عندنا هاد الخليع دياننا جاهز تأكدو البنات انه ما فيش الماء انه ما بقاش فيه الماء صافي غدا نخليه غير يبرد واحد شوية غير واحد شوية وغادي نحطو انا يا فطاصة دياننا وانا غادي نوريكم وهنا البنات هانتو ما انا اخديتو كنا ناخدو الحيمة هي اللولة انا غادي ديال بلاستيك اللي غادي ندخلها الفريقو او المجمد والخورة ديال الجاج اللي غادي نخليها على برا احتد سالة ليها هاديك الخورة وعاد نجبدها هادي هانتو ما كيف ما كتشوفو درنا الحيمة هي اللولة وعاد كنزيدو علي هادك المارق ولا ديك الدهون ديالها من الفوق هانتو ما كيف ما كتشوفو كيجي غزال البنات وكيجي زوين وبالخصوص احنا بنات فميريكان ما مشينا المغرب ماشي بنات حاجة وما كينات حاجة حسن من ديال الضاب وهذا كيبقى هادك اغريش اللي كنديرو بيه مليويات ولا مسمنات ولا نديروه في تهوى بالبيض ولا باي حاجة ودابه البنات غادي ندوزو باش نوجدو البرانش ديالنا اول حاجة غادي نبدأ بيها هي الطوي بلاديالي علش نبدأ بالطبلا باش نعرف راسي كل حاجة شنو غادي ندير شنو غادي نحطو الكميين اللي غادي ندير في هاداك البرانش اول حاجة كيف ما كتشوفو حطي الطبيسلات انتهلو البنات في راسنا نعرضو على راسنا مره مره كيف ما كتشوفو مكين محسن من العائلة انتهلو فيها ومعما ما عنديش حائلتي هنا عندي غير ولداتي وراجلي انتهلو فيهم مكين محسن منهم حطينا هنا غادي نحط الكيسان وغادي نحطوي بلاديالي ونخليكم مع الصور وغادي مع الفيديو يا ربي وغادي ندير انا كيف ما كتلكم برانش المئة في المئة مغربي يعني غادي نخدم فيه الميعنات اللي عندي ذاك شي اللي عندي مغربي غادي نحطو ونخليكم مع الفيديو موسيقى 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 وهنا البنات غدا نجبدل فرشطة ديالي والمماس وغدا نوريكم كيفاش تصيبو واحد المنديل يعني يكون راقي ويكون زوين ونزينو به طبلة ديالنا وبطريقة سهلة جدا جدا البنات هانتوما غدا نشد هاد سريبيتا ولا المنديل ديالي وغدا نتنيها على جوج ومن ثم معو تاني غدا نتنيها على ربعة كيف ما كتشوفو اهم حاجة يكونو جناب مقادين وغدا نشد هاداك الطريف غدا نتنيه لهات جيها كيف ما كتشوفو ونقادو ونقلبو صافي ونبدا نتني فيها البنات اعلى جوج وصافي وغدا نخشيف فيه الموس والفرشطة ديالي كيعطيه واحد الرونق وواحد الجمالي يلطب لها البنات كما قلت ليكم ديما انتهله في راسنا وما كين محسم من راس لها البنات هانتوما كنخشيفيه الموس والفورشت المعيلقة اي حاجة انتو ما كتاكلو بيها وهنا يديتو حطيتو في طويب لديالي ومن بعد ما وجد طويب لديالي غدا نبدأ بالبغرير اللي غنخلي ليكم ان شاء الله رابط ديالو البغرير اللي بلا ما كان خمرو موالو سهل جدا وكي يجيزوين وكان وجدو هادا وجدو طال نهار بنهارو وكانت وجدو طال دقيقة تسعين البنات كيف ما كتشوفو كي يجيزوين هاد البغرير وانا كنوجد البنات في البغرير درت حريشات صغورين حتى هما اللي راكم عارفين ساهلين ماهلين وضغيكي يوجدو تهما درتهم وهانتوما كيف ما كتشوفو وفي البرانش ديما البنات نحاولو نديرو ذاك شي كون صغور باش كل واحد يهز ذاك شي علياش قدو صافي وهنا البنات مليويات اللي درتهم انا ليلة قبل ولكن كنخليهم فتلاجة حتى الغدلي وكننوض غير كنقرسهم وكنطيبهم وكنناكلو مليويات فراش وكيجو زوينين كيجو يعني زوينين هانتوما كيف ما كتشوفو كيجو محلولين ديما البنات الملاوي كنضربوهم وحتضربو بحلقة مش كيتحلوهما والمسمن وهنا البنات غدا بدن عمر في القطيبات ديال الدجاج ديالي لديجا انا مرقداهم من قبل لي لقبل ديما البنات رقضو القطبان والبروشت ديالكم لي لقبل نفس طريقة ديال الحم اللي فيتم شاركة معاكم ديال القطبان ديال الحم ولا الكابب ديال الحم نفس طريقة هي ديال الدجاج هنا كيجو زوينين كيجو فتين وهنا هانتوما كيف ما كتشوفو كنشوي فيهم كيجوتا هما زوينين وفي هاد الاثناء غدا ندوز باش نبدأ نحط في الطويب لديالي ونمجد هنا هنا زيتون هنا املو اللي صيبتو تهوة في الدار كل شيها البنات مصيب في الدار وهنا هاد البريوش اللي صيبتو تهوة لي لقبل كيجي مقطن وكيجي غزال كيجي خفيف ان شاء الله غدا نشاركو معاكم عما قارب ودرت هاد الشيز بورد ولا هاد الفرماج هاكل اللي كيعجبني كون في الطاويلة وهنا البنات الخليع بالبيض محبوب الجماهير هنا كنا ركوشي كيعرف الطريقة كنشدو وما كنديرو لازيت لوالو حيث الخليع دي جافي زيتو في دامو في كل شي غادي نشدو كديرو علي ببيضات ونديرو علي شوية الملحة شوية البزار ياربي حيث وضيجة مالح شوية البزار ومنيني طيب نديرو علي شوية الكامون وبصحة وراحك يجي غزال في حقيقة كتحسي برأسك بحلة في المغرب بمني كتوجدي هاد الشي ديال المغرب حطيتو انا في هاد طويجين هادا ما بويتش نحطو فيه هنيشان غير بروتوكول وصافي وحطيت حدا هديك الغطيوة ديالو وبطبيعة الحال هنا غادي ندوز باش نصيب قهي واليا انا وبنتي تا واحد ما كيشرب قهوة غير انا وبنتي الكبيرة صافي وغادي نصيب كويس ديالاتي بطبيعة الحال هنتو ما كيف ما كتشوفوا بعدها قهي وتي انا وبنيتي وصافي وكويس ديالاتي ونخليكم مع الفيديو موسيقى 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 وكن بوسكم بوسة كبيرة وتهلوا في رأسكم وإن شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله